السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحية طيبة لكم أينما كنتم الوداد المغربي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل ويقصي أفضل فريق في أفريقيا في هذا الموسم ويرميه خارج دوري الأبطال طبعا الفريق المغربي تعادل مع سندانس 2 في أرض وعلى ملعبة وبين جمهورة في مفاجأة يمكن الكثير من المتابعين والمحللين لم يتوقعها خاصة اللي كانوا مرتبطين أو المحيطين بالفريق المغربي اللي أجمعوا على أن ما وصل إليه الوداد هو إنجاز بحد ذات على ممر به الفريق من الكثير من العقبات والأزمات في هذا الموسم كما أشاروا وكما قالوا طبعا نحن عندنا رأي آخر في هذا الموضوع رح نقوله لكم في مسيرة هذه الحلقة قبل ما أبدي في المحور الرئيسي لهذه الحلقة اللي يتعلق بالوداد وقيمة الوداد ونقاف ضحف ووقوته ومن سيلعب وكيف سيلعب وقيمة مدربه البلجيكي فاندر بروك هذا المدرب اللي يعتبر المدرب الرابع بعد عموته والنفطي والمدرب قاريدو أود أن أشير إلى مسألة يمكن نبهني عليها أحد المتابعين الكرام أنا عندما أتكلمت عن الـ 36 تمريرة اللي مررها النادي الأكثر من 36 تمريرة اللي مررها النادي الأهلي في مباراة الترجي كنت أعرف أن النادي الأهلي مرر أكثر من 90 تمريرة أنا كنت أتكلم عن التمريرات الفعالة والمؤثرة اللي تنتج هجمة مباشرة وديناميكية على الترجي وأيضا أقصد التمريرات تحت الضغط أنا ما كنت أحسب التمريرات اللي كان يلعبها النادي الأهلي أو يمررها بدون ضغط هذا من خلال قسوتي على النادي يعني شوفها كم كنت منصف وكم كنت قاسي على النادي الأهلي حتى ما كنت أحسب التمريرات اللي كان يمررها النادي الأهلي بدون ضغط أنا كنت أتكلم عن التمريرات اللي مررها النادي الأهلي تحت الضغط واللي أنتجت هجمة فعالة طبعا الـ 36 تمريرة والأكثر من الـ 36 تمريرة اللي تكلمت عنها أنا في الحلقة السابقة لم يفعلها أي فريق في العالم يعني لا يوجد فريق يستخدم اسلوب البول بوزيشن الاستحواذ كاستراتيجية لعب لم يفعلها حتى السيتي لم يفعلها وحتى برشلونة في أوج عظمتها لم يفعلها أنا أتكلم تحت الضغط أتكلم تحت الضغط وخصوصا وتحديدا في ملعب الفريق المنافس في ملعب الترجي هذا اللي كنت أنا أقصده ما أقصد أنا التسعين تمرير أو السبعين أنا أشوف الأمور الفنية من زاوية مختلفة عن الآخر وسمحوا لي في هذا الشي حتى أوضح للجميع قيمة هذا الفريق اللي يلعب أمامكم ويقدم مستورة يعني شو اللي علاقة بالتمريرات السلبية أو اللي ما لها قيمة أو اللي الفريق هو كاستراتيجيته أو كأسلوبه أو كطريقة لعبة معطيك الحيازة لا أنا كنت أتكلم عن التمريرات اللي كانت تلعب تحت الضغط المباشر وهذا اللي في على النادي الأهلي في مباراة الترجي فقط للتوضيح بالنسبة إلى نادي الوداد اليوم اللي قدم من وجهة نظري أنا شفت المباراة طبعا وتابعتها وسمعت كل ما أحيط بهذه المباراة من تحليلات ومن كلام وكانت مباراة على أعلى مستوى يعني اليوم نادي الوداد قدمت أفضل نسخة إليه في هذه المباراة في كل مباراة اللي يلعبها في دوري أبطال أفريقا طبعا المواجهات المباشرة بين الأهلي والوداد في دوري الأبطال وفي أفريقيا هي دعش مواجهة كانت أربعة لصالح الأهلي تلافة لصالح الوداد وأربعة انتهت بالدعادل الأهلي سجلت 13 هدف وعليه 11 هدف طبعا من الأمور الغير جيدة اللي يمكن تقلق بعض الأهلاوية واللي أنا أقول لهم أطمئنه هذا الموسم إن شاء الله أن الفريق خسر عام 2017 نهائي دوري أبطال أفريقيا 2-0 في المغرب وتعادل 11-1 في القاحرة وأيضا خسر المباراة العام الماضي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2-0 في المغرب يعني خسر نهائيا مع الوداد وهذا هو النهاء الثالث ولكن إن شاء الله الثالث مثل ما أقول ثابتة لصالح الأهلي طبعا الوداد قدم مباراة كبيرة واللي أكثر ما أثار انتباهي ويمكن أثار بعض الجدل وبين قوسين شر البليات ما يضحك هو الحكم محمود إسماعيل اللي حسب 9 دقائق أو أكثر لمباراة لا تستحق أكثر من 4 دقائق وهذا هو مستوى التحكيم في أفريقيا هذا اللي أنا أخاف منه واللي يقلقني في المباريات اللي يكون طرفها النادي الأهلي يعني حكم عجيب غريب كيف أنت حسبت 9 دقائق ما أعرفاني كيف حسبت 9 دقائق عموما المباراة انتهت لصالح الوداد وحتى يعني لم تؤثر هذه الدقائق الإضافية على مسيرة المباراة أو على نتيجة المباراة النهائية الوداد يمكن من أهم العوامل اللي ساعدته اليوم في أن يكون الطرف الأفضل هو أن مدربة البلجيكي فاندنبروك هذا المدرب اللي يمكن هو يعتبر المدرب الرابع في مسيرة الوداد في دور الأبطال هذا الموسم بعد عموته بعد النفطي وبعد المدرب قاريدو هذا المدرب استطاع من خلال خبرته ومن خلال يمكن الفترة القصيرة اللي قضاها في الوداد أن يتأقلم بسرعة وأن تكون علاقته باللعبين بشكل جيد يعني الشراسة اليوم اللي شفتها في المباراة هذه ليست وليدة مباراة فقط واحدة يعني ليس هناك عمل خارج الملعب لا هناك عمل بالتأكيد خارج الملعب على أعلى مستوى ذهني بدني نفسي يعني الشراسة اليوم اللي شفتها غير طبيعية يعني اليوم اللاعب الزولة هذا يعتقد من الكونغو الديمقراطية كان مقاتل كان لعب شرس دماء كان السيل منه وكان يلعب عجبتني هاي الروح الشرسة القتالية اللي كان عليها نادي الوداد ثم المسألة الأهم هو عمل على تفليل الفروقات بين الفريقين أثناء المباراة وهذا مسألة مهمة يعني عمل توازن للفريق في مقابلة فريق قوي كانت كل الترشحة تصب لصالحة طبعا الفريق فريق صنداونس تأثر بالغيابات يعني عند غيابات لعبين مهمين اليندي ومايمة وهم لعبين مهمين يمكن افتقدهم الفريق في هذه المباراة الحاسمة وكان ممكن أن يساعدون الفريق بشكل كبير أيضا كان الفريق واضح عليه ضغط كبير ذهني ونفسي خلال أنه مطالب بأن يذهب للنهاية لأن كل الترشحات كانت بصالحة الأهم من هذا أن فريق الوداد عمل على مسألة غاية في الأهمية الضغط المباشر في وين؟ في وسط ملعب فريق الصنداونس وبالتالي حجمه حجمه حتى الهداف ترى اجت بصعوبة بالغة يعني هو صحيح استخدم قوتة في الكرات البينية والتزديد من خارج منطقة الجزاء لكن كان يجل الصعوبة في أن يخترق هذا الدفاع القوي حصلت لفرص نعم كان هناك نحن نتكلم اليوم عن الدفاع نتكلم أيضا عن حارس مرمى حارس مرمى كان على أعلى مستوى اليوم حارس فريق الوداد البيضاوي إذن فريق في قوة تجانس في قوة تركيز في قوة بدنية وبالتالي هو فريق أيضا من وجهة نظري على النادي الأهلي وكولر على أن يحلل الفريق بشكل كبير وأن يشاهد أنا نصيحة نصيحة إلى كولر أن يشاهد مباراة الوداد مع الهلال السعودي وكيف الهلال السعودي استطاع على ملعب وبين جماهير الوداد أن يفوز عليه وأن يخصيه من كأس العالم للأندية هذه المباراة جدا مهمة على كولر أن يشاهدها وأن يحللها ومن وجهة نظر ستتلفع في كثير من الأمور طبعا هناك لاعبين لا يلعبون في المباراة الاثنين إذا حصلوا على أنذارات طبعا واحد منهم هو حميد إحداد هذا أكيد لا يلعب لأنه حصل على ثلاثة أنذارات وبالتالي لن يشارك في مباراة الذهار ثم هناك يحيى جبران وأمين أبو الفتح اللي يمكن معرضين للحصول على الانذار الثالث بالنسبة للنادي الأهلي هناك عمدي فتحي ومروان عطية يعني الأمور تقريبا كلها منسجمة مع بعضها ومتوازنة وبالتالي اليوم الكأس الأفريقي بين ناديين عربيين وأعتقد أن النادي الأهلي بهذه التركيبة البشرية وهذه القيمة الفنية يستطيع أن يحسمها هذا الموسم